قصص وكواليس الصراع ما بين مؤسسة الجيش في مصر والرئاسة على الحكم والصروة عشان ما تجيش تقول بعد كده الجيش والشعب ايد واحدة والجو البلدي ده علشان تفوق علشان تعرف ان ده صراح على الصروة صراح على السيطرة على الاقتصاد مفيش حب بلد عشان تعرف ان الوطنية في مصر هي مجموعة اغاني وان الانتصار بتاعت الجيش هي مجموعة افلام عشان تجبر وتندج وتتفطن بقى من كتاب الجيش والسلطة احنا اخترنا البحث اللي كتبوا الباحث روبرت سبريمبرج ادي غلاف الكتاب اللي قلنا لقوا عليه مبارح ده غلاف ده كتاب في مجموعة ابحاث شارك فيه مجموعة جبيلة جدا على الاسماء الدكتور احمد عبدالله واللي شاركه الدكتور مجد حمد دكتور جهاد عودة دكتور روبرت سبريمبرج دكتور احمد عبدالله كتاب مهم جدا يا حضرات ويعرفك انك تجبر بقى وتندج وتسيبك من جو الاغاني حكاية النهاردة حكاية مسيرة جدا عن مبارك خلص استادات اتقتل في الجيش اتقتل داخل الجيش اوكي واستادات حاول يقلص زي ما قلنا مبارح سيطرة الجيش على البلد سواء سياسيا او اقتصاديا مبارك استلم الحكم فلقى الجيش حامل نظام الاول وعمود الحكم غاضب ومستاء جدا من تقليص صلاحياته اللي عملها السادات للزباط وقلص ايضا نفوزه جوه الدولة انتهت خلصة السادات دي بمقتل السادات فكانت البداية بحكم مبارك انه مبارك قرر يرجع تاني للجيش امتيازاته بزيادة وخلى كل هدفه ارضاء الجيش عن طريق دراعه هو الراجل الكاريزما الجميل اوي ده محمد عبد الحليم ابو جزالة بالمناسبة محمد عبد الحليم ابو جزالة اسمه في احد كشوف زباط كاتل الثورة في انقلاب 52 كان بدرجة ملازم اول انا شفت الكشف ده بنفسي بتكلم على كشف شفته بنفسي كان ملازم اول تريبا كان مدفعية الراجل الكاريزما اوي ده الراجل ده حتى لما تحطه جنب مبارك تحس ان ده نجم السينما يا معلم تحس ان ده حاجة كده حاجة كده قلاجة شايف حس كده انه ان ده عامل زي ماك ارسر كده حاجة اقام ده اوي شايف كاريزما انت ماشي جنب شخص البدا ما بتعملش كاريزما النظارة مش تعمل كاريزما هو ربك اللي بيخلقها كده البس زي ما انت عايز تلبس اقلع زي ما انت عايز تقلع ربك لما يخلقك كاريزما ده حاجة تانية خالص حاجة ما تدخلش في شغل الله بقى خلاص بقى هو خلقك كده لو لبست خيش هتبقى كاريزما ولو لبست كل برندات الارض مش تجيب حاجة ابو غزالة كان راجل عنده كاريزما خاصة جدا بل انه اشتهر في وقت من الاوقات كانت الكرة هي مخدرات الشعب يعني مبارك كان غالبان جدا كل ما يجي احضر نائكاس مصر تتغلب الاهل يتغلب الزمالك يتغلب فالناس بدأت تتخول عندها عقيدة اني مبارك ده وشه نحس الناس بدأت تكلم بعضك كده اني مبارك بينما على العكس لما كان يحضر محمد عبدالحليم أبو غزالة بالمناسبة قادتني الظروف يوم ما ان ندخل فيلة محمد عبدالحليم أبو غزالة في مصر الجديدة دخلتها وشفتها ما قابلتوش عارش وقت فين بس أنا دخلتها وشفتها في ظروف ما في وقت ما على أي حال لما كان يحضر أبو غزالة أي ماتش كان الفريق يكسب فكانت الناس تقول أبو غزالة وشه حلو ومبارك وشه وحش وده اللي خلى مبارك يخلي أبو غزالة يفوضه انه يحضر النهائيات بدلا منه لان المباراة اللي بيحضرها المنتخب بيكسب اللي بيحترى أبو غزالة العكس كان مع مبارك وده اللي قاله دكتور روبرت سبريمبرج في المؤلف ده تنفيذ بنامج ويتمتع أبو غزالة بجذبية شخصية مختلفة عن الشخصية التي يظهر بها أو المظهر بتاع مبارك وإذن اغتيال السادات مباشرة واقف أبو غزالة منتصبا مشيرا بعصى المرشلية إلى القاتل الفار مصدرا الأوامر بمتردته بينما وقع مبارك تحت المقاعد وخلصه رجال الحرس الذين دفعوه بعيدا بشكل لا يليق ويبدو أن أبو غزالة بالإضافة إلى نشاطه المتدفق ينعم بحسن الطالة يعني عنده جود لك فهو يتنوب مع الرئيس في حضور مباريات كرة القدم المهمة ومنية مبارك بسوء الحظ حيث كان حاضرا لعدد من المباريات التي انتهت بالهزائم وقد استمر هذا الارتباط حتى أصبح في عام 86 نقطة شائعة وفي صيف تلك السنة فزل فريق المصري بمعجزة كأس إفريقيا بينما كان مبارك يشجعه وأطلق على المباراة فورا لقم كأس مبارك هنا الدكتور روبرت سبريمبرج بيتكلم على المشهد بتاع المنصة بتاع السادات عندما تم اغتيال الرئيس السادات لو أنت رجعت للفيلم ده ولو بيبو يعمل شوية ضمير بإرشين بتلات قروج ضمير ممكن يجيب لنا اللقطة اللي الحرس الجمهوري بيشحن مبارك جوه عربية الرئاسة الجمهورية وبيزوقه ذاك كده بشكل يليق وده اللي أشار إليه الدكتور روبرت سبريمبرج بيقول أني لما تقتل السادات وقف أبو غزالة شاور بعصر مرشلية عشان يطردوا المجرم أو القاتل الفار اللي هو واحد من الخمسة سواء عباس مش عارف عباس عطا طيل حميدة أو محمد شوق الإسلامبولي أو غيرهم يعني بينما مبارك كان الحرس بيزوقه ويشحنه كده على العربية لو أنتوا فاكين الفيديو ولو هو عنده ضمير بتلاتة جنيه كان ممكن يجيب الفيديو جاست لايك زيس مش مهم لكن الدول الأخطر اللي سمح به مبارك لأبو غزالة كان هو استعادة الجيش لنفوزه في الاقتصاد الراجل الجميل ده اللي أنا بقول عليه كارزمة هو اللي أسس لجمهورية الجيش يا حضرات الراجل ده إذا كان عامر كان شيخ عرب في الجيش بس بقيقي الراجل ده كان شيخ عرب حقيقي أبو غزالة حضرات أسس وفتح للجيش المجال الاقتصادي بكل حاجة تقريبا في الزراعة في الألبان في المواشف في الصناعات العسكرية والمدنية حتى في التلفزيونات واستصلاح الأراضي وتقريبا دي كانت شهادة ميلاد دولة العسكر العميقة أو إعادة دولة العسكر العميقة على يد محمد عبد الحليم أبو غزالة عشان تعرف بيقول إيه بقى دولة العسكر في الجراف ده بصي حضرات الراجل الكارزمة الحليوة ده كيف دشن أبو غزالة دولة العسكر الاقتصادي العميقة قام بتوسيع صلاحيات جهاز الخدمة المدنية بعد توليه الوزارة جعل موازنة الجهاز الجديد سرية ولا تغضع للجهاز المركزي للمحاسبات في الثمانينات أصبح الجهاز أطخم تنظيم زراعي وصناعي في مصر مزارع دواجن ماشية مصانع ألبان مزارع سمكية تغليف تعليم خضروات منتجات الألبان مثلا 25% من إنتاج مصر كان بإنتاج الجيش بينما التصنيع الغذائي 18% يعني 18% من التصنيع الغذائي كان الجيش بيعمله 25% من إنتاج الألبان في مصر كان الجيش بيعمله توسع التصنيع المدني زي النوافذ والأبواب والتلفزيونات والأدوات المنزلة حلل يا بي أبو غزالة عايز أقول لحضرتك على حاجة يوما ما قدتني خطوات قدمي إلى ما بعد المعادي وفي المعادي كل شيء مش عادي المهم بتعدي المدخل التاني للمعادي تجد بقى المصانع الحربية اللي هي دايما تبقى ثلاث أرقام ثلاث تسعات ثلاث ستات حاجات كده رحت أنا مصنع اللي كان بينتج الطبنجة حلوان لقيته عبال أمالتك بينتج شنط اللي هي بتاعت العرايز دي اللي هي المعالق والشوك والسكاكين والحاجات دي قال له قلتني يا جماعة خير انتم مش كنتوا بتعملوا الطبنجة حلوان قال لك لا عبال أمالتك دلوقتي بنعمل فرش العرايز بنعمل اللي هي الحاجات اللي هي بتاع العرايز دي كل حاجة يعني زي الحلال والنجمة كده يعملوا مكانس يعملوا حاجات كهربية وحاجات مش كهربية وده اللي بيشير إلي الجراف ده يرجع للجراف تاني بعد إذنك ويسيبك من نحمود توسع التصنيع المدني زي النوافذ والأبواب والالكترونيات والأدوات المنزلية والبصريات توغل الجيش في بيزنس إصلاح الأراضي كمصدر داخل خرافي ده الأراضي دي ولا البودرة كان أي أرض يراها مميزة بينفذ عليها منورة عسكرية هوب بيستولى عليها الجيش يلاقي حطة أرض كده على البحري على ثلاث أربع من نوافذ كده يقول لك هنعمل منورة هنا هوب بعد ما تخلص المناورة يجباني معسكر ده شنة توغل الجيش في البنية التحتية زي الكباري والطرق والتليفونات وحتى المتاعب دخل في بيزنس المستشفات العسكرية وفتحها للجمهور بأسعار تنفسية تحالف مع رجال الأعمال بإسناد عطاءات لهم بالملايين سنويا في مشاريع الجيش ألزم الوزارات المدنية بالتنازل عن أي أرض أو أي مشاريع عايزها أي وزارة مدنية عندها مشروع علوم بتاعي اطلع منه ابتكر ما أطلق عليه فرق التنمية من المجندين للعمل بالسخرة في مشاريع الدولة وأيامه كان العسكري بياخد 6 جنيه أنا خدت 6 جنيه لا أنا خدت 12 جنيه كان الوزراء يجبرون على حضور افتتاح مشاريع الجيش ويمشوا خلف أبو غزالة دولة يا بيه الراجل ده عمل دولة لوحده دولة يا بيه وزي ما براء دلوقتي اسمه إيه دبيبو ده جبل دلوقتي الفيلم اللي هو الجميل ده اللي بيشير إليه تفضل يا بيه موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 واحد من الاستفادة ومن المنحة بتاعت امريكا اشتركوا في القناة 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 نسيته الرأي الزكريا بتاع جمعة الشوان الرأي الزكريا لكن محمد رحمة السلام محجوب لا جاب بقى أحمد رشدي جاب اللواء أحمد رشدي جابه وزير داخلية لأن كانت إمبراطورية المخدرات في مصر توسعت دي الدن وكانت الإمبراطورية بتاع المخدرات دي مخترقة وزارة الداخلية المصرية يعني فيه لواءات في الداخلية المصرية شغالين مع تجار المخدرات فمبارك حاب يعمل بونت للشعب كده فجاب زابط اللي هو كبير قوي اللي هو أحمد رشدي وعينه هو وزير الداخلية أحمد رشدي أخد شعبية كاسحة جدا أنا حضرتها بنفسي أحمد رشدي هو وزير الداخلية الوحيد اللي كان بيدخل الإسام ويمشي في الشوارع على رجليه عادي جدا أنا شفت بعيني أحمد رشدي في ميدان الأبرة في وسط البلد والناس بتحيي على الجنبين وكأنه رئيس دولة لكن أحمد رشدي كان فيه أيب فظيع جدا أنه كان عنيد كان رجل عنيد مش من النوع اللي تستخدمه رجل محترم عنيد جدا يعني ده لا يملع عليه تعليمات الراجل بيعمل ما يرى هو بشغله محدش يكلمني عن حاجات وأضى فعلا على أمبراطورية المخدرات الكبيرة اللي كانت شغالة بواسطة وزارة الداخلية لكن كان لازم يطير أحمد رشدي فطلعت حس الأمن المركزي طار أحمد رشدي بعد أحداث الأمن المركزي اتقلبت الموازين وطار أحمد رشدي وده الجزء اللي بيشير إليه الأخ روبرت سبريمباك كما خسر مبارك جولة أخرى أمام أبو غزالة إذر أحداث شغب قوات الأمن المركزي في 25-26 فبراعي 86 عندما اضطر إلى إقالة وزير الداخلية أحمد رشدي وكان رشدي هو شخص غير مرن وعنيد قد أدخل إلى وزارة كمال حسن علي ليمثل إلى حد ما ثقلا مضادا إضافيا لأبو غزالة وكان رشدي يتمتع بالصورة النظيفة فما رأى فيه مبارك أداء لكبح قوة عناصر ضارة مختلفة زي تجار المخدرات ومن يحمونهم داخل أجلس الأمن ويعد خليفة رشدي زاكي برد ارتدادا إلى مرحلة سابقة لأن زاكي برد كان عنده ملفة في الأمن سيئ جدا لما طار أحمد رشدي وحصلت أحداث الأمن المركزي السيئة جدا حصل ضرر لكل الكبرهات والفلات اللي في شرع الهرم من قبل البنهاوس كده الحاد من معسكرات الأمن المركزي لحد يمكن نفع الهرم مسافة كبيرة جدا فنزل مبارك يتفقد الأضرار اللي حصلت في الشارع هنا بقى هللاحظ التوتر اللي بينه بين أبو غزالة مبارك تفقد الأضرار دي لكن استبعد أبو غزالة من الجولة جولة اللي بيتفقد فيها الأضرار ما كانش معها أبو غزالة رغم أن أبو غزالة كان صاحب الفضل الأول في قمع التمرد الغريبة أن أبو غزالة هو واحد من الأسباب أنا بقولها هو واحد من الأسباب اللي أدت إلى أحداث الأمن المركزي لأن أحداث الأمن المركزي قوات الأمن المركزي نفسها طلبت وزارة الداخلية أنها تنضم للجيش وتاخد من فلوس الجيش إلى أن الجيش رفض الجيش رفض أنه يحمل ميزانية الأمن المركزي عليه وظلوا عساكر الأمن المركزي ياخدوا فلوس قليلة جدا وطلعت إشاعة داخل معسكرات الأمن المركزي إلى أن العساكر دي مش تطلع دلوقتي ودي كانت أحد أسباب تمرد جنود الأمن المركزي اللي عمل عنهم الأستاذ عاطف الطيب الفيلم الرائع البريء على فكرة كان وحيد حامل تقريبا معرفش بس كان إقراج عاطف الطيب وكان بطولة أحمد زكي وتعمل بعد عشر سنين تقريبا من أحداث الأمن المركزي تقريبا ده الفيديو لمباركه وبيتفقد أضرار أحداث الشام في اليومين الماضيين وفي بداية جولته استمع الرئيس إلى شرح من اللواء رفعة الفار قائد المنطقة العسكرية التي تولت تأمين منطقة الأهرام حيث شرح لسيارته الموقف الأمنية في المنطقة وتفاصيل الأحداث التي وقعت دهر اليوم كما قام سيارته بتفقد المنشآت السياحية التي قامت الفئة المنحرفة بتخريبها ونهبها وإشعال الحرائق فيها واستمرت زيارة الرئيس للمنطقة ورفقه خلالها الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعمير والإعلام والحكم المحلي والإسكان والسياحة ولواء زكي بدر وزير الداخلية والسيد محافظ الجيزة وقد أصدر الرئيس أوامره بأن يتولى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعمير والإسكان والسياحة وضع خطة عجلة وفورية وتوفير كافة الإمكانيات لإعادة المنشآت السياحية والفندقية التي خربتها القلة المنحرفة إلى ما كانت عليه حتى تكون قادرة في أقرب وقت لاستقبال السائحين والنزلاء هنرجع تاني للفيلم بعد إذنك يا أستاذ ميزو عشان تشوفوا الشخصيات اللي كانت موجودة ما كانش بينهم خالص الأستاذ المشير أو الفريق أول وقتها محمد أحيم غزة ده الرئيس مبارك و Dewi Rahmatullahإليه واللي قدامه اللي هو الشريف الفار لكن اللي جانبه على طول ده الدكتور علي لطفي علي لطفي ده كان رئيس الوزارة ده اللي هو الشريف الفار لكن اللي قدامه هو اللي جانبه هو الدكتور علي لطفي اللي كان بيتأجر بعد كده في الأفراح وهنا بقى هنلاقي على اللطفي وورا بصقها فينا ده المهندس حسب الله كفراوي اللي كان وزير الإسكان كل الوزراء موجودين في القدام شوية اللي هنا ده غالبا ده الدكتور عبد الحميد حسن ده كان محافظ الجيزة ثم تصعد إلى أنه بقى رئيس المجلس أعلى الشباب ثم خرج واختفى في ظروف غامضة فيد أوت كل الوزراء موجودين مع ده وزير الدفاع وكان حريص مبارك جدا على مقاش وزير رغم أن الجيش هو اللي نزل الشارع وسيطر على الموضوع كله ولولا نزل الجيش في الشارع كان زمان مبارك نفسه طغر يعني الجيش كان له فضل بعد الأحداث دي زادت مكانة أبو غزالة ونفوذ جدا خاصة بعدما أبو غزالة واسع علاقاته بأمريكا وخلي بالك أن أبو غزالة أصلا جاي من أمريكا كان يشغل منصب رفيع المستوى في أمريكا وبالتالي كان عنده اتصالات لكن تحديدا في الفترة دي أبو غزالة وسع علاقته بأمريكا جدا على فكرة أبو غزالة وجود اسمه في قضية الأجنحة البيضاء بتاعت صفاقات السلاح إياها اللي كان شريك فيها مجموعة كبيرة جدا منهم شخيخ الرئيس السلاح السابق ما أعلنها يعني اتوسعت علاقة أبو غزالة بأمريكا وبلغها أسرار خاصة ودي زودت نفوذه عندهم مش أنا اللي بقولي الكلام دا الكلام دا من عند الأخ روبرت وقد ضحض تمرد الأمن المركزي الوهم بأن وزير الداخلية بمقدوره حماية الأمن العام كما أكدت حقيقة أن الحامل حقيقي للنظام هو الجيش وكما أن مبارك لا يستطيع الاعتماد على القلود العسكرية والوزرية على أبو غزالة فإنه لا يستطيع أيضا أن يعتمد على التأييد الثابت لواشنطن في حالة حدوث مواجهة مع وزير دفاعه لأن أبو غزالة هو فرخب كيشكا عند أمريكا وقد اترزح هذا في أكتوبر ثم نوفمبر 85 وكان مبارك الذي رغب في عدم تعريض عودة مصر لعالم العربي للخطر فقد قرر سرا أن يمنح مقتطف السفينة أكيلي لاورو مرورا آمنا على طائرة مصرية وتقول إحدى الروايات أن أبو غزالة هو اللي أخبر أمريكا بالقصة دي ربما عبر البعث العسكرية الأمريكية في القاهرة أن المقتطفين في طريقهم إلى تونس فأجبرت الطائرات الاعتراضية للأسطور السادس للطائر المصرية على الهبوط في سقلية وإلى آخره يعني ده السر اللي يقال أن أبو غزالة أفشال أمريكا وطلع أبو غزالة وبقى نجم النجوم وبقالوه شعبية في الجيش وفي الشارع خاصة بعد اختفاء اللي هو أحمد رجدي بقت مصر كلها بتتكلم على أبو غزالة يا ريتي برئيس جمهورية بقت مصر كلها بتتكلم على أن الجيش بيعمل مشاريع عظيمة جدا بقت مصر كلها بتتكلم على جودة مشاريع الجيش جودة إنتاجات الجيش وبقى أبو غزالة رايح جاي بيظهر في برامج وبيلقي تصريحات وبيتعامل ولا كأنه رئيس دولة لا ولا كأنه ليه ده هو رئيس دولة الأشياء اللي قسمت ظهر البعير اللي أنا أصده أبو غزالة كانت في زيارة أبو غزالة لأمريكا أبو غزالة قرر فجأة يروح أمريكا وهناك في أمريكا استقبلوا استقبار رؤساء الدول وكان بينقش ملفات عسكرية عادي جدا لا لما راح أبو غزالة أمريكا كان بينقش مع الأمريكان ملفات عسكرية واقتصادية وخد الجديدة بقى كان بيندخل في القرد أو مفاوضات قرد صندوق النات فلما رجع أبو غزالة لمصر بعد الزيارة دي الأمريكا استقبل في المطار استقبال الفاتحين ووقف زمايد الغزرة عشان يستقبلوه وراجع من أمريكا يستقبلوا زميلهم الوزير أنا ما قلتش كلام من عندي ده اللي قاله روبرت سبريمبيرك وعقب تمرد فبراير مباشرة أوضح أبو غزالة أنه والجيش سوف يلعبان دولا كبيرا الفبراير دي يقصد 86 حداث الأمركزي أبو غزالة أعلى الرسمي أن الجيش سيلعبه دور كبير في مستقبل وأضيفت مسؤوليات مهمة جديدة إلى قائمة مهم الطويلة ففي يونيو ونوفمبر 86 رأس أبو غزالة وفدين إلى الولايات المتحدة لبحث الألاقات المتبادلة بين مصر وأمريكا لم تتضمن الزيارة بحث الدين العسكري بس وإنما امتدت الزيارتين لتشمل الزيارتين نطاقا عريضا من القضايا الاقتصادية يشمل الإصلاحات الشائكة التي سعت واشنطن وصندوق النقل الدولي طويلا نحو فرداء على مصر ركز معي هنا الله يخليك واشنطن سعت إلى أن مصر لازم تاخد قرد صندوق النقل وعند عودة أبو غزالة من واشنطن في يونيو كان مجلس الوزراء بأكمله في انتظاره بالمطار لتحياته وازدادت الضجة الإعلامية حول المهام الجديدة التي يقوم الجيش بتنفيذها زي علاج المدنيين في المستشفات العسكرية إلى تطهير الشواطئ التي تعرضت التلوث إلى الدرجة التي جعلت المصريين يتسألون عما إذا كانت هناك أنشطة مدنية بقيت دون أن تمتد لها يد الجيش في حاجة تانية الجيش تخلي في كل حاجة وفي عام 86 أصبحت الاحتفالات بافتتاح المشروعات العسكرية الجديدة التي تتضمن مزارع دواج مدن جديدة في الصحراء أصبحت هذه المناسبات مناسبات يطوب فيها الوزراء المختصون خلف أبو غزالة مباركين تعدياته الأخيرة على اختصصاتهم بقى رئيس دولة يعمل إيه مبارك بقى ده ما بقاش عامر ده عد عبد الحكيم عامر بقى جيش وشعب هنا بدأ مبارك في التحريض على أبو غزالة ودي بدأت بحملة إعلامية ضخمة عليه شخصيا يعني يقول كلام عنه أو يسمح بكلام عنه ما يصحش لكن ده برضو منفاش أبو غزالة عظمة جمدة يعني انتهى انتهز مبارك فرصة فرصة ذهبية ما بجيش هجيله تاني عشان يطير رأبت أبو غزالة ويقصي إلى الأبد وجات له الفرصة على طبق منفضة عن طريق واحدة حلوة قوي اسمها لوسي أرتين القضية دي كانت الشماعة اللي علق عليها مبارك رأبت أبو غزالة مش أنا اللي بقولي الكلام ده ده اللي قاله برضو روبرت سفرينبرغ وعند هذه المرحلة بالتحديد شنت صحف المعارضة حملة لإغضاع الجيش إلى قدر أكبر من السيطرة المدنية إزاي بقى أنا هقولك إزاي بدأوا الناس المفكرين زي الدكتور حسن نفعة وغيرهم بدأوا يناقشوا فكرة الأمن القومي المصري وبدأ اتعلى أصوات أنت ما تصدقش أن الكلام ده كان بتألف مصر بدأ يقوله هو الجيش إيه سلطته ومين اللي يحدد الأمن القومي وليه ميزانية الجيش سر مبارك سمح بده عشان الجيش يتهزه عشان نخبط مش في شخص أبو غزالة ولكن في هيمنة أبو غزالة فبدأت أبحاث كتيرة جدا ومقالات كتيرة جدا تفتح ملف الأمن القومي ومن الذي منوت به تحديد الأمن القومي وفي حلقة تانية ممكن نتكلم عن ده ده اللي حرد عليه مبارك حسب ما بيقول روبرت سبريمبرغ أهو وعند هذه المرحلة بالتحديد شنت صحف المعارضة حملة لإغضاع الجيش إلى قدر أكبر من السيطرة المدنية فهل كان ذلك الهجوم على تمادي المؤسسة العسكرية بتشجيع من مبارك نفسه فعليا فإن صحف المعارضة جميعها قد انشغلت بهذه القضية في وقت واحد ثم تحديدا عند نهاية يوليو أسقطتها من الاهتمام فجأة وبرغم أن مبارك سند الجيش على الصعيد العلني ورافض دعاوي عملات دفعت في مشترات الأسلحة إلا أنه أعطى انطباعا واضحا للرأي العام الذي يقرأ الصحف بأنه الراجل بيحترم الجيش يتابع هذا الجدل باهتمام ومن المحتمل أن يوافق عليه فقد قابل مبارك عادل حسين رئيس تحريك جريمة الشعب بعد أن كان قد شكك عادل حسين في تأكيد أبو غزالة عنه لم يغضع للضغوط الأمريكية أثناء المفاوضات في واشنطن وشجع مبارك عادل حسين على شرح وجهة نظره بعد أن كان ينهال توبيخا لمدة عام على صحف المعارضة وكان يرفض مبارك مقابلة محرريها لكنه قابل عادل حسين اللي شان ينحمل على الجيش إذا كان مبارك يقصد تحجيم أبو غزالة فإن هذه المحاولة برضو فشلت حيث سرعان ما دقت الطبول حول إنجازات الجيش في إتمام المشروعات وفي نوفمبر عاد أبو غزالة إلى واشنطن لاستئناف المباحثات وكانت رحلة مبارك لنفس الغلط قد أرجعت أمريكا رجعتها فلم ترغب واشنطن في استقبال مبارك قبل الاتفاق على الموافقة على صندوق القرن إن ما يحدث الآن في مسئلة آخرية جات له بقى قصة السيد تلوسي أرتين على طبق من فضة فجأة ظهرت الأمورة السندريلا لوسي أرتين اللي عندها مشاكل مع طلقها واستعانت بقاضي من السويس وقصة ناس كتير عارفها قوي القصة دخلت فيها أسماء كتير قوي من الداخلية زي اللواء الفئي وزي واحد تاني من اللواءات الداخلية ودخل فيها أبو غزالة ودخل فيها مصاب الفئي والقضية دي تمت مناقشتها في مجلس الشعب وكان رئيس الأزراء وقتها أنا فاكر كويس قوي كان اسمه عاطف صدي كان الراجل كهل كده هو تولد كهلي يعني هو في الحضانة كان كهل برضو كان شايخ يعني الراجل ده وقف في البرلمان وده اتزعت على هوا الجلسة دي أو اتزعت يعني مسجلة وبدأوا يتكلموا على انه فيه قبولات تحت السلم والحاجات دي وطبعا استخدم تم تمرير المكالمات اللي بين لوسي أرتين وبين عدد من الشخصيات دي تم تمريرها لعادل حمودة وعادل حمودة كان رئيس تحرير لوسي يوسف فنشر الفضايح دي وعفوا الأعضاء يسألوا رئيس الوزراء عاطف صدي وقتها ايه اللي حصل وعاطف صدي قال وقتها المقولة اللي كانت ترند واحد بيبوس واحدة تحت السلم أنا مالي حكومة لكن مبارك أخذ دي فرصة عشان يطير ناس كتير قوي تلاتة أو اتنين من الدخلية طاروا وبقوا محمين مصطفى الفئي مدير أو سكرتير المعلومات طار ومحمد عبد الحيمة بوغزالة كيف تم عزل بوغزالة ولماذا شكل خطر على النظام ده واحد من قضية لوسي أرتين بيتكلم على القصة ليه والدكتور مصطفى الفئي قلتوا الرجل ده بنتحر ده بوغزالة ليه شعبية كبيرة جدا ها يميلها ازاي قال لي لا انت مش عارف مصر وطرزة قال لي اللي حيعد على الكرسي وحيعلن ان هو القائد العام للقوات المسلح وحياخد اول تعظيمين انتهى الموضوع ملف جديد فتح وخد وضعه وخد مكان هو ابوغزالة مش ليه اظنه كان سرع قوة اظنه اول مرة يعني شوف اياما كل مرة نقول مش عارف بنت ولوسي أرتين والقصة دي لا مدى القاربون قضية الكاربون قاربون لا ابوغزالة في خضية اهم من ده كله كان في خضية اللي مش عارف الحاجات تعطي الأرجنتين الحقيقة بقى حكاية الامن المركزي وقال رجل محقية كان بعظم مبارك تعظيم جندي لقائد نزل الشرع ورجع كامل حقيقة ونزل الشرع ورجع كامل النمع بقى محبوب من امريكا جدا بيتكلم انجليزي بشكل رفيع ملفت قدام الأجانب انا مرة حضرتله مع جورج بوش جورج بوش الاب كان نائب هي امريجا وكنت عنا جانب أسامة الباز وده رئيس الوافد وده رئيس الوافد من القصة بعض عمل اكسبوزي للموقف الاستراتيجي في المنطقة بالانجليزي كتبت لأسامة الباز مايهاز قال لي عشان تعرف نكتب جنب بعد كده عديم نقول لبع فكان لابد من نساء وشعبية كبيرة جدا في الجيش طبعا في الشارع وتعلموا بقى بعد شعبية تعامر دايما ان خائد الجيش ما يبقاش له شعبية ده كلام مصفى الفئي واحد من الأسماء اللي طارت في عضية لوسي أرطين يعني علاقة أبو غزالة بلوسي أرطين علاقة قائد جيش بواحدة حلوة وده طبيعي عام ريامة كان له علاقات حلوة كلهم لهم علاقات حلوة والجيش نفسه ما بيشوفش الحكاية دي فيها أي عار خالص أنا شخصيا حضرت اتنين قادة جبار أوي أوي كان واحد فيهم طنطاوي القائد بيسأله بيقول له صحيح يا سيادة المشيرة أبو غزالة كان له علاقة بلوسي أرطين رد تنطاوي أنا بقول حاجة حاجة شفتها قال له ويفرد دي حاجة مش عار ده احنا أسود برضو ده تنطاوي فبالك بابو غزالة كلهم ليهم علاقات بموثلات وكلهم ليهم علاقات بالصحفيات وحتى الوقات الداخلية نفس القصة القصة ما كانتش أدب ولا بحث عن الأخلاق والقصة دي خالص وقد يكون أبو غزالة ملوش أي علاقة بلوسي أرطين غير الناس تعانت به عن طريق التليفون زي ما هم كانوا مرأبين تليفونه أنا موارك أخذ القصة ستار عشان يطير أبو غزالة حتى الآن محدش قال لنا إزاي أبلغ أبو غزالة بقرأ قلته الناس بتحكي أساطير الأولين الناس بتقول أنه هو استدعاء للأصر الجمهور الاتحادية وأغلقت الأبواب واتقطعت خطوط التليفونات وأعد أبو غزالة فترة وتم أتعمل ساعة صفر أعلن في الجيش وأبو غزالة أنه أبو غزالة مش في الجيش وتم تعين قائد تاني غيره أبو غزالة كان جوه الأصر وتم يعني حاطة الأسطورة بتقول كده ما عرفش إيه الحقيقة وتقطعت عنه للتصالات لحد ما تم إبلاغه بأنه انتهى وأنه تحول إلى مستشار لرئيس الجمهورية يعني يا ربك تكيد في البلكونة ممكن يشوي كوزين دوره وقاعد يعني لا هي حاجة يعني وخرج من الاتحادية على بيته اللي هو قريب من المنطقة من المسلس ده يعني في مصر الجديدة وتحددت إقامته إيه الحقيقة بقى؟ ما نعرفش لكن هذا الرجل الأسطورة كيف انتهى كت كده؟ ما نعرفش هل معقولة رجل زي إيه ده بهذه النفوذ في أمريكا وبهذه القوة الشعبية داخل الجيش والشعب فجأة كده نسمع في الجراية التاني يوم أبو غزالة حالته إلى المعاش كده هو ما فيش عسكري واحد تلع وراه الشعب ما قالش حاجة ما حدش قال حاجة ترجمة نانسي قنقر